وَلْقَيْءِ مَا عِصَى لِشَيْءٍ لِلْمَعِيدٍ مِنْ أُذْنِنَا وَعَيْنٍ أَوْ أَنْفٍ قَادْ وَرَادٍ وكذلك من المتركات التي ينبغي أن يتركها القيء القيء هو الاستفراغ وما يوجد في المعدة من الطعام فقد يخرج هذا القيء تلقائيا فيكون المرء مرغم على هذا وقد يلجأ هو إلى الاستفراغ فإذا كان هذا القيء قد خرج وأنت مرغم على ذلك مكره فلا شيء عليك خرج القيء عليك أن تحتاط فقط أن لا يعود شيء من فمك إلى جوفك من هذا القيء أما إذا استقى أي إذا عامد إلى شيء من أجل إفراغ معدته فمثلا تصحر أذا وأكل وبلغ في الأكل فانتفخ بطنه وبدأ يحس يعني مثلا بمعدته تؤلمه وإلى غير ذلك فمثل هذا أراد أن يخفف من وطأة المعدة عليه فإما وضع أسبوعه أو شيء آخر شيء طريقة التي يفرغ بها معدته فمثل هذا الصنيع المالكية يبطلون ويبصدون صيامهم يقولنا الصيام فاسد باكم لأنه تعمد القيء أما إذا خرج القيء وغلبه القيء فهذا لا شيء عليه لا شيء عليه ومذهب المالكي على أن من تعمد القيء هذا يفتر ومن رجع شيء من القيء من فيه إلى جوفه أيضا يفتر والأفضل أن يأخذ الإنسان بهذا الاحتياط الذي حدده المالكي عليه ورحمة الله عليه تعالى والقيء ما عصى لشيء للمعيد من أذن أو عين أو أنف قد وراد ومع إيصال شيء للمعيد يعني أي شيء يصل إلى المعيد من المعيدة من الأكل من الشرب إلى ذلك والقيء ما عصى لشيء للمعيد من أذن أو عين أو أنف قد وراد من أذن أو عين أو أنف قد وراد أي شيء يصل إلى المعيد سواء كان من الأذن أو من العين أو من الأنف ولكن هذه الأمور من الأذن أو العين لا بد أن يكون هذا السائل يصل إلى المعدة فإن لم يكن واصلا إلى المعدة فلا يؤثر فهناك بعض الأدوية وهي عبارة عن قطرات توضع في العين فهذه إن وجدت يعني إن دخلت فوصلت إلى الجوف فالجمهور على أنها تفتح كل ما يصل إلى الجوف من الأنف من الأذن من تفتح وهذا رأي الجمهور لكن بعض المحققين من أهل العلمين أن ما يفتر على وجه الحقيقة هو الذي يصل إلى المعدة عن الطريق المعلوم أي عن طريق الأكل أو الشرب من الطريق المخصوص إلى المكان المخصوص إلى المعدة لكن كما قلت لكم الأحوة أن يأخذ الإنسان بما عليه الجوف فيحتاط لهذه التقطير التي يعملها والمسائل التي يعملها في أنفه أو في أذنه أو في عينه فذلك قلنا وأنفه قد ورد ما معنى قد ورد؟ هو أراد النظم هنا أن يشير يشير هنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه عن ماذا؟ نهى فيه عن الاستنشاق أو عن المبالغة في الاستنشاق في الصيام إذا كان أحدكم صائما فلا يستنشيق فلا يبالغ في الاستنشاق يعني لا يكون استنشاقه وهو يتوضى لا يكون في الاستنشاق مبالغا فيسحب الماء بقوة لماذا؟ خشية أن يصل ذلك الماء إلى الجوف ومن ها هنا استدل الجمهور قالوا إذا كان الأسائل لا يفطر إلا إذا دخل من الطريق المعلوم من الفام والبلع من ذا فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائم فلا يبالغ في الاستنشاق؟ لأن الماء سيدخل من الأنف فما دام داخل من الأنف فلا يؤثر إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من هذا إلا لأن الماء إذا تسرب من الأنف إذا تسرب من الأنف قد يبتل الصياب وقد يفسده تسرب من صفة ممتاز